كما لم يتم التطرق مطلقا لنقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضائه أن هذه الإشعاعات هي محاولة لعرقلة الحوار ومعرقلي الحوار هم فقط المستفيدون من الوضع الحالي واستمرار معاناة المواطن وفي الوقت ذاته الذي نؤكد فيه رفضنا خيار العسكري كحل للأزمة الليبية ولكن إذا فرض علينا هذا الخيار فسوف نفشله كما أفشلنا العدوان على طرابس أيها الشعب الليبي الكريم إننا أمام مفترق طرق وخياران إما الحرب الذي وراءه دول محور الشر سعيا لتدمير البلاد ونهب خيراتها أو خيار الحوار بيننا